وعشرة ومية، وأنا آسف إن أنا هاكرر هذا الكلام ولو بورسي تاو مصاب حيبان لمصر للعالم كله إنه هوا مصاب ولا مش حيبان هل ينفع إن النادي الأهلي يخبي إن بورسي تاو مصاب مثلا قبل التمرين ما هوا حيبان قدام التمرين قدام المصر، قدام العالم كله حيبان في التمرين إنه هو مش مصاب إنه هو مصاب أنا آسف، لو هو مصاب ولكن الأخبار الفشنك اللي بيتم إزعتها للضرب في النادي الأهلي قبل المباراة مهمة جدا 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 عايزين يشككوا الجمهور في إدارة النادي ولعبته عايزين يشككوا الجمهور في أن المباراة اللي جاية أو يبعدوك عن التركيز في المباراة القادمة اللي هي يوم الجمعة عشان كده كابت الخطيب كان موجود النهاردة بالمناسبة يعني كابت الخطيب كان موجود ليه النهاردة لأنه على الرغم من أن الطبيب منعه اللي أنا عارفه الحقيقة اللي أنا عارفه أنه ما بينزلش كتير عشان الطبيب منعه لأنه عنده حالة من الإجهاد العام عشان ظهره لكن هو نزل النهاردة تحديدا ليه ليه كابت الخطيب نزل النهاردة نزل النهاردة لأنه شاف أن هناك محاولات للتشكيك والخط في الفريق من كل الاتجاهات وإفقاد الفريق الثقة قبل المباراة مهمة جدا زي مباراة المريخ ففي مثل هذه الأوقات الصعبة لازم ينزل ولازم يقول اللعيب أنا موجود معاكم جمهور الأهلي كله مستنيكوا يوم الجمعة هو ده اللي عمله محمود الخطيب هو ده رئيس النادي الأهلي مبد الجمهور شافه حاسه نزل يا كابتن ما تنزلش ده إحنا يعني ومش أول مرة على فكرة ومش آخر مرة هيعمل كده لكن وكلنا بنقول يا كابتن يعني خليك مريح لكن في النهاية لازم يبقى موجود ولازم يعود ولازم يعرف من دكتور أحمد ومن بعد كده كابتن سيد أن الأمور ماشي أزاي أو أدي برستاه وبيجري وبيتمرم مع الفرقة وبيلعب مع الفرقة والكلام ده كله فليه يا جماعة وأنا تاني على الهوى بقول لأستاذنا العظيم الحقيقة لأستاذ كرم جبر بالفضل لحضرتك حضرتك جمعت الجميع في سابقة كانت رائعة والكل كان ماشي على الأقل هنا في قناة الأهلي خلينا نتكلم عن قناة الأهلي كلنا ماشيين في اتجاه مدونة الإعلام الرياضي مدونة السلوك في الإعلام الرياضي ففندم بعض اللي حضرتك كنت بتدعوهم أن هم يبقوا موجودين أو دعتهم بالفعل أن هم يبقوا موجودين في هذا الاجتماع اللي كان رائع الحقيقة في وقته تجاوزوا هذا الاجتماع وتجاوزوا ما قيل في هذا الاجتماع ففندم يعني أتمنى أن ده لأن أنا قلت الكلام ده مبارح مين اللي هيحاسب على اللي حصل مبارح طيب يعني